الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبت الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمية أرجو الله لكم العافية حيثما كنتم أقدم في هذا المقطع ما يسمى بالارتباط المتسلسل الارتباط المتسلسل أو serial correlation وهو واحد من ثلاثة مقاطع إن شاء الله سأقدمها اهتباعا سأقدم فكرة بسيطة في هذا المقطع عن الارتباط المتسلسل وطريقة بداية لاختبار وجوده لكن من غير أن يكون هذا الاختبار حاسم بنتيجته وسأبين ذلك بعد قليل على البركة الله نبدأ ما هو الارتباط المتسلسل؟ أو مشكلة الارتباط الذاتي كما نسميه بالاقصاد القياسي تنشأ مشكلة الارتباط الذاتي هذه عندما تكون أو الـ Auto-Credation نسميه إحنا عندما تكون الأخطاء العشوائية الأخطاء العشوائية إما بسميه Random or Stochastic Errors الناتجة عن دالة الانحدار هذه الأخطاء العشوائية أو Random مرتبطة مع ذاتها مرتبطة مع ذاتها الأخطاء العشوائية هي التي تنتج بعد تقدير معلمات دالة الانحدار البسيطة المتعدد وعلى سبيل المثال الآن هذه واحدة من الأشكال اللي هي دالة الانحدار البسيط لاحظوا أنه Y sub T لاحظوا كمان أنه سبسكريب T عبارة عن رمز للزمن أحب أن ننبه أحبة الطلبة والمتابعين بأن الارتباط الذاتي معظم المشاكل التي تنشأ جراء التباط الذاتي عندما تكون البيانات المسحوبة أو المطبقة أو المستخدمة بيانات زمنية مع سلسلة زمنية وبالتالي المتغير التابع Y sub T تساوي A زائد B في X sub T زائد E T هذا هو النموذج الانحدار البسيط الذي عادثاً ما نلجأ إلى استخدامه في الأمثل البسيطة ولنفترض على سبيل المثال التوضيح بأن باحثاً ما قام بتقدير معلمتين من هذه المعلمة A والمعلمة B طبعاً راح تكون A هات و B هات لدينا كمان يعني بيكون التقدير فالبيانات كانت كما يلي هذه البيانات هذه هي XT 5 7 6 6 7 9 12 17 29 أما XT فهي 2 5 5 6 6 6 9 15 13 فهناك علاقة لنفترض بين Y sub T و X sub T ونريد أن نقدر المعلامات التي تضبط يعني شكل الدالة بعد تقديرها نتابع الآن كانت نتائج التقدير كما يلي الآن هذه نتائج التقدير Y هات الآن sub T طبعاً تساوي 2.493151 هاي نقطة التقاطع اللي هي A هات زائد slope point اللي هو نقطة فاصلة 899543 اللي هي هذه B هات تالي الآن هاتان المعلمتان هذه A هات هذه و B هات اللي هي هذه قدرناهم طبعاً مع الأخذ بععتبار أنه وجدنا بأن الخطأ المعياري هنا فاصلة 6197 وهنا فاصلة 05 وبالتالي عندما نقسم المعلمة على الخطأ المعياري نقسم هذه المعلمة على الخطأ المعياري بتكون قيمة T عالية ما يعني بأن التقدير يعني يتميز بمعنوية أو أهمية إحصائية كبيرة الآن نريد أن نختبر هل توجد الآن أخطاع عشوائية متسلسلة من هذا النموذج بعدها قدرنا معلمته الأولى والثاني هنا أوكي نتابع الآن نقوم بتعويض هذه A هات الآن A هات هذه و B هات هذه نقوم بتعويضها في البيانات يعني بالدالة هذه لكن XT الآن نضع البيانات الفعلية التي حصلنا عليها كي نحسب YT هات والفرق بين الفعلي YT الفعلية والمقدر حتى نحسب ما يسمى بالخطأ العشوائي والآن هذه النتيجة الآن هذه YT يعني البيانات التي استخدمناها في تقدير معلمات هذه النموذج هذه البيانات وهذه البيانات لاحظوا الآن YT Y sub T هذه هنا هنا و X sub T باستخدام هذه المعلامات هنا هنا حصلنا على هذه النتيجة هنا اللي هي هاي A هات و هاي B هات الآن نقوم بتعويض بهذه الدالة بعد ما قدرنا معلماتها علاماتها نقوم بتعويض بدل XT هذه القيم الفعلية هذه حتى نحصل على Y هات وبالفعل YT هات هذه حصلنا على هذه القيم لاحظة لاحظة هاي هاي صفرا صفرا الدليل على أنه يعني الإجابة كانت دقيقة المجموعة صفرا أو قريب جدا من الصفر قريب جدا جدا نتيجتنا للتقريب ربما يكون أقل من صفر أو أكثر من صفر بس بشيء قليل جدا وبالتالي هذه قيمة Y هات T كما ذكرنا هنا نتابع الآن حتى نكتشف يعني الارتباط الذاتي على بركة الله نقوم الآن بحساب الارتباط المتسلسل بين أخطار عشوائي كما يري هذه الآن كما ذكرت قبل قليل E T هات هذه قيم نختار الآن E T هات و E T هات سالب واحد معنا آخر فترة زمنية أقل فنبدأ بأخذ هذه القيم طبعا سنخصر مشاهدة واحدة أوكي فمنعتبر هذه يعني E T هات ثم نأخذ القيم هذه ها و نشطب عنها نشطب هذه يعني دائما وأبدا نخصر مشاهدة واحدة فكانت التتيجة كما يلي لاحظوا أنه فعلا عندما بدأنا من هنا هذه هذه هي القيم أوكي وعندما بدأنا من هنا وانتهينا هنا هذه هي القيم وبالتالي الآن نحصل على E هات E T هات و E T هات سالب واحد الآن نريد معامل ارتباط بين هذه القيم وهذه القيم معامل معامل ارتباط أرد أحط هذا هنا وهنا كيف الآن نعرف معامل ارتباط كما يلي الآن هذا معامل ارتباط رو يقرأ رو هات بين E T و E T هات E T سالب واحد طبعا هات هات طبعا نسيت أن أضع هنا التمييد تساول كوفارين سلوه التباين مشترك بين هذه القيم وهذه مقسم على الانحراف المعياري لهذه القيم مضروب في الانحراف المعياري هذه إذن قيمة النتيجة كانت بكل بساطة تساوي فاصلة 51 61 18 هذا معامل ارتباط بين هذه القيم بعضها ببعض إذن هذا هو معامل ارتباط بين هذه القيم بعضها ببعض ولذلك سمي الارتباط الذاتي نتابع الآن نقوم الآن باختبار اهمية ارتباط المتسلسل هذا الاختبار البداي جدا جدا كما ذكرت الكم هناك طريقتان لإجار الاختبار طريقة بداية بسيطة جدا قليلة الاستعمال لكن انا احب ان انبه المتابعين والطلب على ان هناك طريقة حتى تبين بالمقصود بالضبط بالاتباط المتسلسل او المعقدة اللي هو الثورة سأشرح في هذا فيما تبقى من هذا المقصود الطريقة البداية حتى انبه احبة الطلب والمتابعين الآن دعنا نعرف احصائية الاختبار هذة هي D احصائية الاختبار كما يري D تساوي 2 في نفتح القوس 1 سالب رو هات اللي هو هذا معامل معامل خلينا اكتب اللون هذا هو معامل الارتباط الذاتي الذاتي بين قيم الخطأ العشوائي هذا رو طبعا الآن لن اقوم بالتعويل مباشرة لكن سانهي هذا المقطع كما يري الآن عادة مش عادة اعداما وابدا بيكون قيمة رو هاي محصورة بين سالب 1 و 1 صحيح موجب سالب 1 صحيح هذا الرو و موجب 1 صحيح وبالتالي اي قيمة ممكنة بين هاتين القيمتين يمكن التعويض عنها كما يري الآن نتابع تعويض عن القيم المحتملة كما ذكرت لمعامل ارتباط هذا معامل اي قيمة محتملة بين السالب 1 والموجب 1 الصحيح نجد بأن قيمة D تكون مقيدة كما يلي هاي قيمة D الآن هنا D تساوي في بالوسط قيمة عندما تكون قيمة معامل ارتباط تساوي صفرا منعوض منعوض عن هذه صفر إذا د تساوي 2 وبالتالي هنا هذه القيمة تساوي 2 سبحان الله وعندما تكون قيمة الارتباط سالب 1 عفوا موجب 1 موجب 1 هنا فموجب 1 بدل الرو بدل هذه القيمة هنا رو بطلع 1 موجب 1 لأنها سالب فتصبح الآن سالب في موجب سالب 1 إذن صفر 2 في صفر إذن تعطيني تساوي صفر بالحال هذه سبحان الله إذن رو هات تساوي بلس 1 اللي هي بطلع عندي عندما تكون رو هات تساوي بلس 1 فبتكون قيمة D تساوي 1 عفوا صفر إذا كانت قيمة الله مصري محمد إذا كانت قيمة رو هات هذه سالب 1 هنا فبتكون طبعا قيمة D تساوي 4 هنا الآن لاحظوا لي يكون ارتباط سالب تام عندما تكون قيمة رو هات تساوي سالب 1 D بتكون قيمتها 4 فبتكون ارتباط سالب تام بالمقابل هنا ارتباط موجب تام عندما تكون بالحال هات الرو هات تساوي 1 وأي قيمة الآن كل ما اقتربنا للاثنين كلما انعدم أو قلت احتمالية وجود ارتباط ذاتي هنا كلما اقتربنا من الاثنين من جهة الصفر أو من جهة الأربعة ها اقتربنا بصير احتمال وجود ارتباط ذاتي تنخفض واحد من اهمها وهو مختبار دوربن واتسون دوربن واتسون ان شاء الله الذي سأقدمه في المقطع القادم بإذن الله وكيف نقوم بحل مشكلة الاتباط الذاتي بإذن الله في المقطع القادم كما ذكرت سأقدم الطريقة نطور في استكشاف ارتباط الذاتي وهي طريقة دوربن واتسون ثم نقدم طريقة الحل اكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا ان اكون قد قدمت الفائد من جو لكم جميع احباتي المتابعين بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر قريب بإذن الرحمن بإذن الرحمن